نجح اردوغان فرقص الكثير من السوريين فرحا ربما اكثر من كثير من الاتراك وهو امر وان كان مستهجنا في حسابات القومية والوطنية الا انه ربما يبدو مفهوما منطقيا في سياق الانسانية تلك الانسانية التي لم يجدها السوريون في ظل حكم ال الاسد فهجروا او فروا للحفاظ عليها الى تركيا وغيرها وهو الامر الذي يجعل السياسة التركية الخارجية بعد التطبيع محل اهتمام بالغ وبحسب موقع المونيتور الامريكي فان التطبيع مع الاسد يعتبر اصعب ملفات السياسة الخارجية بالنسبة لتركيا ذلك ان تعقيداته مرتبطة بالكثير من الملفات الشائكة التي تمس الامن القومية التركي قبل صورة تركيا الانسانية والمحبة للخير وهو ما لا تقبل تركيا التراخي فيه بتاتا فالى جانب توفير الظروف الملائمة لعودة اللاجئين تواجه سفينة التطبيع عوائق اخرى تتمثل باستمرار تواجد قسد المدعومة امريكيا على الحدود الامر الذي يحتم ابقاء الجيش التركي في سوريا ايضا ورفض ممارسة اية ضغوط على حلفائها من قوى الثورة السورية بالاضافة الى التقارب العربي الاسدي والذي بدى يهدف الى انهاء الوجود التركي كما يريد بشار من العرب وكبح نفوذ ايران كما يريد العرب من بشار المتحدث باسم الخارجية التركية ابراهيم قالن نفى عقب حسم نتيجة الانتخابات وجود خطط تركية لعقد لقاء قريب بين الاسد واردغان وهو الامر الذي قرأه بعض المتفائلين تلميحا تركيا لما سيكون عقب الانتخابات خاصة بعد تصريحات الاسد خلال القمة العربية عن الغزو العثماني المطاعم بنكهة اخوانية المطاعم بنكهة اخوانية منحرفة والتي تنبئ تركيا عن الكثير الكثير مما سيكون من هذا النظام فيما لو تمكن من الوصول الى حدودها مجددا لا يبدو واضحا حتى الان ما اذا كانت السياسة التركية تجاه الثورة السورية ستتغير ام لا لكن المؤكد ان فوز اردغان اعطى فسحة جيدة للسوريين في تركيا وفي المحرر لالتقاط انفاسهم وانتظار ما ستفصح عنه الايام بشيء من الطمأنينة التي افقدتهم اياها جعجعات المعارضة واللهي دا اللاهي دا مكادة سترين بارد واللهي دا صرفنا مكادة سترين بارد المترجم للقناة